اشتركوا في القناة يقبل العقل مثل هذه الروايات وأنتم تقولون أن كل ما في البخاري صحيح وألزمون بإلزامات وأنا إن شاء الله سألزمهم بما ألزموا به أنفسهم لكن قبل ذلك نعرض الحديث الذي هو في البخاري هذا أمامنا صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جاء في صفحة تسعمائة واثنين وأربعين حدثنا نعيم بن حمد حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم هذه هي الرواية فكما نرى هذه الرواية هي ليست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الرواية لا نستنبط منها حكم الرجم لأننا لا نأخذ ديننا عن قردة بل نأخذه من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسنا مثل الرافضة يأخذون دينهم عن حمير وروات حمير ومعصومين يستدلون بأفعال الحمير ويستنبطون من أفعال الحمير وهذا سنوضحه فهذه الرواية التي أمامنا ذكرها البخاري ليثبت أن عمرو بن ميمون التابعي هو رجل مخدرم أدرك الجاهلية وروا ما رأاه في الجاهلية والحديث ليس هو على شرط الإمام البخاري فصحيح البخاري سماه الجامع المختصر المسند الصحيح عن من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه فالخبر ليس مسندا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو ليس على شرط البخاري والراوي عمرو بن ميمون أخبر عما رأى في وقت لما كان جاهليا وأنه رأى قرد يرجمون قرده ورجمها معهم فهو ربما دن أن هذا رجم فرجمها معهم لكن لماذا الطعن وأنتم يا شيعة في كتبكم ما هو أنكر من هذا فأنا أسألكم من الأذكى القرد أم الحمار من المعصوم عمرو بن ميمون التابعي أم جعفر الصادق فعمر بن ميمون روا ما رآه في الجاهلية وجعفر الصادق يحلف بأغلد الأيمان أن هناك من أنبأه وصدقهم بأن حمار نكح أخته فلما علم أنه نكح أخته أخرج ذكره وقطعه فمات نعرض الرواية هذا كتاب الأنبياء حياتهم قصصهم لعبد الصاحب الحسني العاملي صفحة 47 وهو يتكلم عن زواج أولاد آدم عليه السلام يقول ولكن الوارد عن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة عليه السلام هو منع ذلك وتحريمه وإنكاره أشد الإنكار أن يتزوج أبناء آدم من أخواتهن البنات وأن سائلا سأل الإمام الصادق عليه السلام وقد أظهر السائل له من أن هذا الخلق كله أصله من الأخوة والأخوات فقال عليه السلام سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أيقول من يقول أن الله تعالى جعل صفوة خلقه وأنبيائه من الحرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقه من الحلال والله والله هنا الإمام الصادق يحلف ويقسم بالله والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته فنزى عليها فلما عرفها ونزل عن ظهرها وكشف له عن حقيقة حالها وأنها أخته أخرج ذكره ثم قبض عليه بأسنانه حتى انفصل ثم خر ميتها طيب من أين علم هذا الحمار أنها أخته ولو كان يعرفها لما نزى عليها فمن أخبره هل من أخبره أدرى بأخته منه ثانيا هل في شرع الحمير ألا يمتطي ألا ينزو الحمار أخته ثالثا كيف علم الحمار أن الزنا بالأخت حده القتل فقتل نفسه رابعا كيف للإمام المعصوم أن يستشهد بفعل الحمار ليثبت أن أبناء آدم الذكور لم يتزوجوا بأخواتهن البنات هل المعصوم يستنبط الأحكام من فعل الحمير أو من شريعة الحمير خامسا هل هذا الحمار كان على شريعة موسى أي أنه إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه على كلين مهما كان فهذه القرود وهذه الحمير أطهر من الرافضة وأغيار من الرافضة الذين يرسلون نساءهم للمتعة والمتعة الدورية والمتعة الجماعية ومراجعهم يفتون لنسائهم أن يتكسبن ويسترزقن من المتعة ويمتهن المتعة بحيث تصبح دخلهم اليومي ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أفتلهم السستاني وغيرهم وهذه القرود وهذه الحمير والبهائم أشرف من الرافضة الذين يقولون بإعارة الفروج بأن يستأجر الرجل جاريته لأخيه أو جاره يصيب منها ويردها إليه والله هذا مذهب الخنازير أين الأنفة والغيرة والشرف نلقي نظرة على هذه الوثيقة هذا كتاب الاستبصار المشهور للطوصي صفحة مئة وتلاتة وتسعين أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن يقول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أي إما الباقر أو الصادق قال سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال هي له حلال ما أحل منها وفي الرواية الثانية يقول قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه فالرواية الثالثة يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم لا بأس به له ما أحل له منها ثم يقول في الرواية الرابعة قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا طيب فمن أشد غيرا على أنتاه وحرصا على شرفه ودفعا للفساد والزنا القردة والحمير أم الرافد السبائية لكم كامل حرية في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته HTML بالمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة